السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع اليوم ويوم حاسن بألمانيا وسيتحدد به شكل ألمانيا بالمستقبل القريب جدا وربما شكل مستشار ألمانيا اللي سيحكمها بالعام القادم اللي حيصير اليوم هو انتخابات بولايات ألمانية هي توغنجن وولاية زاكسن نتيجة الانتخابات ستبث بالساعة السادسة من مساء هذا اليوم هذه الولاية اللي هي توغنجن وولاية زاكسن هي ولايات محسوبة على ألمانيا الشرقية سابقا مزاج الناس العام هناك ومزاج متطرف فاليمين وحزب الآف دي له شعبية كبيرة جدا وحتى حزب اليسار هم عنده شعبية كبيرة هناك وحسب استطلاعات الرأي فبولاية توغنجن حزب الآف دي هو الحزب الأقرب للفوز بانتخابات الولاية ولو فاز الحزب بالولاية حيكون الأمر مزلزل حيكون الأمر تاريخي ويغير المزاج العام السائد بالبلاد ويغير حتى سياسة ألمانيا العامة بالولايات الأخرى ولكن صعب جدا أن يحكم حزب البديل بولاية توغنجن فلا يوجد له أحزاب تتعاون معه أو مستعدة للتحالف معه وعلى الأغلب ممكن أن يحكم الأونيون حزب تسيديو سي أسو حزب تسيديو مثلا بتوغنجن يعني له شعبية أيضا كبيرة وهو منفتح على بقية الأحزاب الأخرى وحسب استطلاعات الرأي فهو ثاني حزب بالشعبية حزب تسيديو وممكن يتحالفون مع حزب سارة فاقنجنشت أو مع الخضر أو الاس بي دي والأحزاب الأخرى بولاية زاكسن الحال هو متشابه فهناك تقارب كبير جدا بين البديل وبين الأونيون ولكن الأمر الواضح جدا هو أن سكان شرق ألمانيا يختلفون بالتفكير بشكل جذري عن سكان غرب وجنوب ألمانيا فسكان الشرق يريدون التغيير الكبير والجذري ويقولون أن حكومة أولاف شولتس قد فشلت بقضايا الهجرة وبقضايا الطاقة يريدون قوانين هجرة أكثر تشدد ويريدون أن ترجع ألمانيا بعلاقتها مع روسيا وسكان يعني شرق غاظمين يعني جزء كبير من سكان شرق ألمانيا غاظمين من دعم ألمانيا لأوكرانيا يقولون أنها ليست حربنا ولا داعي لصرف المليارات على هذه الحرب ولا مصلحة لنا بهذه الحرب والانحياز للأوكران هو أيضا لا مصلحة لنا به لذلك ممكن من لدي هذا التفكير أن ينتخب حزب الوديل من أجل ألمانيا سنراقب هذه الانتخابات باهتمام كبير ورح أزودكم بالتفاصيل الشاملة بلحظتها لذلك تأكدوا من الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات موضوعنا التالي أصدقائي بوسط كل التركيز على الأجانب بألمانيا ومواضيع جرائم الأجانب وكأن الأجانب يعني هم السبب بكل الجرائم التي تحصل بألمانيا والألمان يعني لا يوجد لديهم مجرمين هذا متصوره لنا الصحافة يعني تركز على جرائم الأجانب ولا تركز على الجرائم اللي ارتكبوا لألمان فيعني هذه الأمور تولد شعور بالسخط والغضب والكراهية للأسف ينعكس على الحياة العامة بألمانيا للأسف الشديد يوم أمس الكراهية تلخصت بجريمة بشعة عملها شخص يعني ألماني متطرف والطفل الأجنبي عمره ستة سنوات فقط يوم أمس بالساعة السابعة واربعين دقيقة مساء تعرض طفل ليبي عمره ستة سنوات إلى ضرب وإهان عنصرية على يد ألماني عمره ثمانية وثلاثين عام طبعا الألماني ما كان يعرف أنه هذا طفل ليبي أو سوري أو عراقي أو مغربي يعرف فقط أنه هو طفل أجنبي وربما يعني لاحظ لغة العربية لاحظ شكله أنه ليس أشقر أو بعيون ملونة كان الطفل المسكين مع أهله بالشتغاسمبان عندما قام العنصري بضربة وإهانته أمام الجميع كل من حاول أن يدافع عن الطفل تعرض للتهديد والضرب من قبل الرجل العنصري بل حتى سائق الشتغاسمبان اللي أوقف الرحلة وهرع لتقديم المساعدة تعرض إلى لكمات بالوجه من قبل الرجل العنيف المهاجم ولاحقا يعني أتت الشرطة لمكان حادثة اعتقلوا الرجل العنصري الألماني ويحققون معه وهو كان تحت تأثير الكحول أي الكحول جعلت معدنة المتعصد أنتن يظهر للعيان ويتحول ما يفكر به إلى أفعال وضحية كان هو الطفل اللي عمره ستة سنوات فقط طبعا الملفت للنظر أنه يعني بالعادة هكذا جرائم ما تحصل ضد الأطفال ربما تحصل ضد الكبار ضد المحجبات ولكن أن يعتدي شخص على طفل فقط لأن أجنبيه هذا أبشع ما يمكن تصوره موضوعنا التالي أصدقائي مرة أخرى للأسف أجانب يرفعون السكين بوجه الشرطة الألمانية في مدينة فوبرتال حصلت حادثة جديدة تم بيها استخدام السكين ضد الشرطة الألمانية تقريبا هجمات السكاكين تحصل بألمانيا بشكل يومي للأسف المتسببين بيها أغلبهم أجانب دقول صحيفة بلد أنه بمدينة فوبرتال حصلت حفلة بين عائلتين من أفغانستان الحفلة هي حفلة خطوبة تم بهذه الحفلة دعوة أهل الطرفين أي الرجل والمرأة وتم عمل الحفلة بأحد القاعات الكبيرة لسبب غير معلوم حصلت مشاجرة بين أبناء العائلتين وتم أثناء المشاجرة رمي الناس لبعضها البعض بالكاسات الزجاجية يعني الناس صاروا يرمون بعضهم بالكؤوس الزجاجية ومنفاضات السجائر وإلى آخره فحتى صارت إصابات شديدة بالرأس يعني إصابات خطيرة بالرأس والنساء بدأوا يصرخن والأطفال بدأوا يعني يبكون بشكل جنوني هربت جميع إلى الشارع وبالشارع حصلت الجولة الثانية من الشجار اللي تطور وأدى لإصابات خطيرة بين أفراد العائلتين أتت الشرطة بأعداد كبيرة وهجم بعض الشباب الأفغان من العائلتين على ضباط الشرطة وحاول أحد الشباب خراج سكين مطبخ حاد وحاول طعن ضباط الشرطة طبعا الشرطة احتووا الأفغاني اللي كان يحمل السكين وتم ضربه بمسدس الصعق الكهربائي حتى فقد وعيه ونزع منه السلاح ثم يعني أخذوه إلى القضاء ويعني سيتم محاكمته بالمحصرة النهائية تم اعتقال ثلاثة أفغان بسبب السكاكين وبسبب أيضا العنف بداخل الحفلة موضوعنا الأخير أصدقائي الكحول بالمخبوزات بألمانيا هناك تنبيه من استخدام الكحول بشكل كبير وواسع الانتشار بالخبوز طبعا الكثير من المنتجات الغذائية التي تبع بالسوبر ماركت يكون داخل محتوها الكحول وهي موجودة تحديدا بالمخبوزات هذا الأمر ربما يعلم بالكثيرين بألمانيا خصوصا المخبوزات المعلبة يعني تشتري خبز خبز همبرغر أو يعني خبز نقانق معلب بكيس مغلق تفتحها وتشم الرائحة كإنما رائحة يعني كحول قوية جدا الآن جمعية حماية المستهلك تحذر بألمانيا وتقول أن موضوع الكحول بالمخبوزات والخبز أي البغدشن تحديدا منتشر بشكل كبير جدا ولا يعلم به المستهلكين والكحول الموجودة هي ليست بكميات يعني كبيرة بحيث تسبب السكر ولكنها تسبب مشاكل للأطفال إذا تناولوا المخبوزات أو الأشخاص الذين ببساطة لا يريدون تناول الكحول داخل الخبز أنت تتناول خبز فيعني كثيرين يستغربون لماذا توجد كحول بداخل الخبز هل هو أمر ضروري؟ فأصدقائي جمعية حماية المستهلك تقول أن الخبز الأكثر مبيعا بألمانيا هو البغوتشن المعلب الذي يشتريه الناس من السوبر ماركت يكون يعني ليس مستوي يضعونه بالفرن أو بالمقلاية الهوائية ويتناولونه بشكل يعني شبه فريش هذا الخبز يقولون أي جمعية حماية المستهلك أنه يتم التلاعب به من قبل المصنعين خصوصا لنواع الرخيصة والمصنعين يضعون به الكحول ويكونون غير صريحين وغير واضحين مع المستهلكين وتكون كلمة أن المنتج يحتوي على الكحول تكون صغيرة جدا وغير مرئية فيشتريه الناس على أساس أنه لا يحتوي على الكحول وصانعي الخبز عللوا على سبب وجود الكحول بمخبوزاتهم ومدافعوا عن السبب وقالوا حسب صحيفة بلد قالوا أن الكحول ينشأ أثناء عملية تخمير العجين ويقولون أن الكحول يجعل الخبز يكون طري ولذيذ ومفيد للصحة هذا ما تقول صحيفة بلد لأن الكحول مضادة للبكتيريا والجراثيم ويقولون أنه أثناء عملية الخبز أو أثناء عملية الخبز وتعرض العجينة للحرارة فإن الكحول تتبخر وتختفي ويبقى منها جزء صغير جدا بالطعام لهنا نوصل إلى نهاية الفيديو إن شاء الله تكون من استفاديته نلتقي بفيديو آخر مع السلامة